ومن جعفر الحل أنتقلوا بكم إلى فقيه ومجتهد من مجتهدين النجاف السيد رضا الهندي هذا ديوانه رضا الهندي هكذا جاء في ترجمته أقرأ عليكم من أدب الطف أو شعراء الحسين لإجواة شبر وهذا هو الجزء التاسع مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان تبدأ الترجمة صفحة 241 السيد رضا الهندي المتوفى 1362 للهجرة كانت تربطه بجعفر الحل علاقة وثيقة جدا وكان يحضر مجلس محمد سعيد الحبوب في النجاف هؤلاء يتواصلون مع بعضهم الحبوب توفي سنة 1333 جعفر الحل توفي سنة 1315 رضا الهندي توفي سنة 1362 للهجرة كان وكيلا لأبو الحسن الإصفهاني وتربطه بأبو الحسن الإصفهاني تربطه علاقة وثيقة أرسله وكيلا عنه إلى منطقة المشخاب وتوفي هناك ماذا يقول جواد شبر في موسوعته أدب الطف صفحة 242 ومكث يواصل دروسه في سامراء انتشر الطاعون في النجاف فخرج كثيرون إلى سامراء ومنهم رضاء الهندي ومكث يواصل دروسه في سامراء وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشيرازي محمد حسن الشيرازي صاحب الفتوى المشهورة الفتوى التي تعرف بفتوى التنباك وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشيرازي المجدد الشيرازي كان من تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني وكانت له علاقة مع محمد سعيد الحبوب صداقة ولهما صديق آخر هو جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني ما هو سني لكنه كان يظهر التسنن جمال الدين الأفغاني هو إيراني هاشمي من أسد آباد من مدينة همدان فهو جمال الدين الحسيني هو هاشمي حسيني الحسيني الأسد آبادي الهمداني ولكنه كان يتخفى تحت هذا اللقب كان في النجف ومن تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني وبعد ذلك صار رئيسا لمحفل الماسونية في مصر يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشعية كي تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع وبالوثائق بالوثائق 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 القطعية التي لا مجال للشك فيها وكان موضع عناية من آية الله المجدد الشرازي لذكائه لذكاء رضا الهندي وسرعة البديهة وسعة الاطلاع وفي النجف واصل جهوده العلمية على أساطين العلم بعد ذلك لما رجع الراجعون إلى النجف وفي النجف واصل جهوده العلمية على أساطين العلم حتى نال درجة الاجتهاد وعندما انتدبه المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني للإرشاد وذلك بعد أن شهد سابقا له مراجع الطائفة شهدوا له بالاجتهاد كالشيخ محمد حسن آل صاحب الجواهر والشيخ الشربياني والملة محمد كاظم الخراساني إلى آخر كلامه إلى آخر كلام جواد شبر في الجزء التاسع من أدب الطف أنا لست بصدد تتبعي كل ما كتب عن رضاء الهندي هو تعريف إجمالي وهذا ديوانه الذي بين يدي انتشارات المكتب الحيدرية هذه الطبعة الأولى ألف أربعمائة وثلاثين هجري قمري قم المقدسة أشهر قصيدة لسيد رضا الهندي هي القصيدة الكوثرية هذه أشهر قصيدة في أجواء النجف خصوصا تقرأ في مختلف المناسبات تقرأ في أفراح الأئمة وتقرأ في الأعيات وتقرأ في الأعراس وتقرأ كذلك في احتفالات الختان وتقرأ في مجالس العقد عقد الزواج وتقرأ وتقرأ أشهر قصيدة تقرأ في النجف هي القصيدة الكوثرية وإنما عرفت بالكوثرية جاء فيها إنا أعطيناك الكوثر من هنا عرفت بالكوثرية هذه القصيدة الكوثرية تشتمل على جزئين الجزء الأول منها غزل ونسيب ما يسمى بالنسيب النسيب مصطلح أدبي يطلق على الشعر الغزلي والذي قد يكون افتراضيا ليس حقيقيا وقد يكون حقيقيا الذي تفتتح به القصائد وهذا أمر كان معروفا عند شعراء العرب منذ العصر الجاهلي يفتتحون قصائدهم في مختلف الموضوعات ربما تكون القصيدة مديحا وربما تكون القصيدة تشوقا وحزنا وربما تكون القصيدة رثاءا وربما تكون القصيدة فخرا وحماسا لكنهم يبتدعون بالنسيب والمراد من النسيب هو الشعر الغزلي الذي قد يكون افتراضيا وقد لا يكون افتراضيا قد يكون حقيقيا يكون في بداية القصائد فلا يقال للقصيدة التي كلها غزل نسيب هذا النسيب مصطلح في عالم الأدب العربي للغزل الذي تفتتح به القصائد القصيدة التي عرفت بالكوثرية لرضاء الهندي الجزء الأول منها غزل نسيب قد يكون افتراضيا قد لا يكون افتراضيا هذا أمر ليس مهما بالنسبة لي الجزء الثاني منها مديح لأمير المؤمنين من أجمل المديح القصيدة جميلة خصوصا وأنه جاء بها على البحر المتدارك البحر المتدارك الذي وزنه أخذ من ركضة الخيول فعلا 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 أمفلج ثغرك أم جوهر فعلا 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 هذه ركضة الخيول مثل ما نقول في العامية طربك 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 ل ركضة الخيول فعلا 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 أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر فسميت الكوثرية الجزء الأول منها في الغزل الجزء الثاني من القصيدة في مديح أمير المؤمنين ويبدأ من هنا سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر إلى آخر القصيدة الجزء الذي يرتبط بمديح أمير المؤمنين حينما يقول سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر هذا جزء بديع لا شأن لي به وأنا أقرأه في مجالسي في أحاديثي في محاضراتي هذا الجزء الجميل في مديح أمير المؤمنين لكن المشكلة في مقدمة القصيدة في النسيب النسيب الذي جاء به مقدمة لقصيدته هو غزل بغلام غزل اللوطي والأقبح من هذا جاء بآيات من القرآن وجعلها في وصف ذلك الغلام الذي يعشقه إن أعطيناك الكوثر إنه يخاطب الغلام لكن الأقبح من كل ذلك أن نجد ابنه ابن رضا الهندي أحمد الهندي وهو معمم أيضا وهو حوزوي أن نجد ابنه يكتب تعليقة على القصيدة الكوثرية فيشرح الأبيات التي تغزل فيها أبوه بغلام مأبون يشرحها برسول الله والأقبح والأقبح من هذا هذه الكوثرية حينما تقرأ في مجالس المراجع في النجاف وفي حسينيات النجاف القارئ يقرأ أبياتا يتغزل بها رضا الهندي بغلام مأبون وهم يرفعون أصواتهم بالصلوات يظنون أن الأبيات في رسول الله تعالوا قلولي شين سووا ويها الأمة المطاية فهموني 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 ويها الأمة المطاية أتذكر سنة 1980 إما 1980 وهي على الأكثر أو 1981 لكن على الأكثر 1980 حينما كانت الحسينية النجافية الحيدرية في قوم كانت تقيم برامجها ومجالسها في مسجد الشيخ محمد تقي بهجت في القزرخان في مدينة قوم المقدسة لم تكن هناك بناية خاصة بالحسينية الحيدرية النجافية كانوا يقيمون برامجهم في مسجد الشيخ محمد تقي بهجت كنت أحضر وأواضب على الحضور في تلك المجالس ولكنني صدقوني في مجلس من المجالس خرجت وما عدت إليها وما عدت إليها إلى اليوم ما حضرت بعد ذلك في الحسينية الحيدرية النجافية ولذا أخذت عهدا على نفسي إذا تسنت لي الأمور أن أفتح حسينية وفعلا بعد ذلك بمدة ما هي بطويلة جدا فتحت حسينية كي أتحدث فيها كما أريد ما الذي أخرجني من الحسينية كان المنشد في يوم من أيام أفراح أهل البيت كان ينشد القصيدة الكوثرية دعوني من القراءة الخاطئة ما هذا شيء معروف عن الشيعة جميعا ونحن تعلمنا القراءة الخاطئة من مراجعنا الثولان هم إذا ما قرأوا شيئا وحتى في الورقة يقرؤونه يقرؤونه خطئا نحن تعلمنا القراءة الخاطئة للقرآن للأدعية للزيارات للروايات الآن الأدعية التي تبث عبر قناة القمر القراءة فيها خاطئة خصوصا القراء العراقي لا يحسنون القراءة كثيرون يقولون لماذا دائما تخرجون القراءة الإيرانية ما عندنا من قراءة أصواتهم جميلة لا يحسنون القراءة والآن الذين نخرجهم يقرؤون الأدعية يقرؤون الزيارات يقرؤون النصوص قراءاتهم خاطئة لكن هذا هو الموجود على أي حال دعوني من القراءة الخاطئة للقصيدة فهذا أنا متعود عليه متعود على أن أسمع القراءة الخاطئة لأي شعر يقرأ في الحسينيات والمساجد الشعية فضلا عن القرآن وفضلا عن الروايات والأحاديث أنا أسمع هذا يقرأ الأبيات والتي أعرفها منذ صغري أنها أبيات غزل بمذكر يقرأها ومع كل بيتين يرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد وقد جلس في صدر المجلس صف من العمائم الكبيرة ما بين آية من آيات الله وبين حجة من حجج الإسلام والمسلمين وهؤلاء المطاية ذول الآيات والمطاية أيضا كانوا يشاركون الناس في الصلاة على محمد وآل محمد لما يقرأه هذا القارئ والله تعجبت قلت إذا كان عوام مشيعة لا يعرفون الشعر محذورون هاي المطاية القاعدة ذول الآيات آية الله آية الله حجة الإسلام هاي المطاية القاعدة هذه دارسة مفتهمة هذه صدقوني منذ ذلك اليوم خرجت من الحسينية الحيدرية النجفية وما عدت إليها منذ أن كانت في مسجد الشيخ محمد تقي بهجة كانوا يقرؤون القصيدة الكوثرية التي هي في التغزل بغلام والشاعر يريد أن يلوط به سأقرأ لكم القصيدة المشكلة هذا الكتاب فيه شرح للقصيدة والذي كتب الشرح هو ابنه ابن رضا الهندي يشرح أبياتها اللواطي وأبياتها الغزل بالمذكري برسول الله صلى الله عليه وآله نحن نعيش مع أي حمير مع أي حمير يعجم احنا مسوين شي مسوين شي وما ندري قلونا قلونا المطايا زخع لنا مطي ورمطي هذه المرجعية بالنجف تخرج لنا الحميرة بعد الحمير ماذا نفعل ماذا نقول نذهب إلى فاصل أجواد شبر في الجزء التاسع من موسوعته أدب الطف صفحة 244 يقول وأجواد شبر أديب وشاعر ومؤرخ يقول ومن روائعه التي اشتهرت يتحدث عن رضا الهندي ومن روائعه التي اشتهرت وحفظها القاصي والداني قصيدته الكوثرية قصيدته الكوثرية والمقطع الأول منها في الغزل لكنه ما قال في الغزل بالمذكر إلا أن هذا لا يخفى على جواد شبر وأمثاله من الأدباء والمطلعين على تفاصيل وقائع النجف والمقطع الأول منها في الغزل وباقيها في متح الإمام أمير المؤمنين عليه صلوات الله عليه عودوا إلى الأدباء لا إلى المعممين المعممون حمير 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 لا تعودوا إليه وربما تجدون معمما يعرف الحقيقة لكنه في سبيل الدفاع عن العمامة والمرجعية سيضحك عليكم يكذبون يكذبون وحق الحسين يكذبون أكثرهم مطايا واللي يفتهم منهم كذاب كذاب هذا هو واقع الحوزة الطوسية القذرة النجسة أقول هذا عن معايشته أقول هذا عن تجربته وهم يسمعونني الآن ووالله يعرفون أن الذي أقوله هو الحقيقة بعينها أكثر المعممين في النجف وكربلا وسائر الحوزات الأخرى مطايا لا فهم ولا علم من المرجع إلى أصغر واحد أكثرهم طرطبيسية طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس وإلا كما نخلت لكم سطر قاعدين أكثر من النعل قاعدين آيات حجج ما بهم واحد يفتهم هذه القصيدة المقطع الأول منها لا يناسب أن يقرأ في مجالس أهل البيت لكن القصيدة تقرأ بكاملها في كل مكان من بيوت المراجع في النجف وفي الأعراس شي تسوي لها الشيعة الغبران بأفراحهم يذمون رسول الله بهذه القصيدة ويذمون أهل البيت وحينما يموتون يقرؤون دعاء العديلة ويوصي بعضهم بعضا أن يقرأوا دعاء العديلة له عند موته ودعاء العديلة ليس من أهل البيت كتبه أحد الطوسيين والعقائد التي فيه عقائد ضلال التوحيد الذي فيه توحيد شركي بحسب توحيد العطرة الطاهرة وحق أمير المؤمنين وقد تحدثت عن هذا بالتفصيل وبالوثائق وعودوا إلى برامج لوين الظلون مطاهي لوين الظلون مطاهي هكذا يبدأ رضاء الهندي قصيدته الكوثرية أم فلج ثغرك أم جوهر لا أريد أن أشرح الكلمات سيطول الحديث به وإنما أذهب إلى النقاط التي لا بد أن تعرفوها أم فلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر الثغر المفلج الثغر الذي أسنانه بيضاء فيما بينها فواصل ليست ملتصقة فهو يخاطب هذا الغلام الجميل الذي يعشقه نظرياً لن نقول عملياً نظرياً هذا شعر في اللواط النظري أم فلج ثغرك أم جوهر هو يسأل غلامه الذي يعشقه بالتعبير الشعب العراقي يسأل الفرخ أم فلج ثغرك أم جوهر يقول له هذه أسنانك جوهر أم أنها لؤلؤ منضد بهذه الطريقة هناك فواصل بين أسنانك نظمت نظماً ورحيق رضابك أم سكر إنه يمص شفاهه فيقول له هذا الذي أمصه من شفتك ومن شفاهك هذه الرطوبة والنداوة هذا رحيق أصل العسل أم هو سكر إنه يخاطب غلامه يحكي وإي الفراخ تفتهمون لولا يا مطاير كيف تخاطبون رسول الله بهذا الخطاب هذا هو نتاج المرجعية في النجف أم فلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر هذا القبح هذا الخطاب لرسول الله كيف تنقله يا رضاء الهندي كي تخاطب به غلامك الافتراضي غلامك المأبون هذا أقبح شيء مما يفعل هذا خطاب لرسول الله وهذا هو الذي غرر بالشيعة فتصوروا أن الخطاب في القصيدة لرسول الله مهم شيعة نوابخ عباقرة من سواهم نوابغ وعباقرة المرجعية المرجعية هي سوتنا نوابغ وعباقرة علماء ممراجعنا كل شيء يفتهمون علم علم وفهم يخر من كل صفحة قد قال لثغرك صانعه هذا يتحدث عن غلامه المأبون إنا أعطيناك الكوثر والخال بخدك متى كان في خد رسول الله خال في أي رواية لم يكن في خد رسول الله خال إنه يتحدث عن غلامه عن الفرخ والخال بخدك أم مسك هذا الخال هو خال أم أنه نقطة مسك لأن المسك لونه حينما ينضج يميل إلى السوات المسك في أصله من دم الغزال لكنه حينما ينضج ويكون ناضجا يميل إلى السوات فهو يقول لغلامه والخال بخدك أم مسك نقطت به الورد الأحمر خدك هذا الأحمر كالورد هذا خال فيه أم هو مسك أنت جملت به خدك هل هذا يقال لرسول الله طيح الله أحظكم طيح الله أحظكم طيح الله أحظكم في الحسينيات وفي الهيئات وفي برامج القنوات السيستانية والشرازية يخرجون علينا على أساس شعراء ولكم أنتم بعراء مو شعراء بعراء أنتم تمو شعراء بعراء كيف تقولون أن الكلام هذا عن رسول الله هذا كلام عن فرخ هذا فرخ رضا الهندي الفرخ الافتراضي لرضا الهندي والخال بخدك أم مسك نقضت به الورد الأحمر أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر الند هو العنبر العنبر هذا الذي يستخرج من البحار مما تقذفه أحشاء الحيتان ويكون لونه ضاربا إلى البياض أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر على مجمر البخور أنه يتبخر بالعنبر يصف هذه الحالة يقول له يصف هذه الحالة يقول له أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند كالذي فتى العنبر على المجمر على المكان الذي يوضع فيه البخور عجبا من جمرته تذكو من جمرة خده وبها لا يحترق العنبر عجبا من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر يا من تبدو لي وفرته كان شعره طويلا ما هو غلام مخنث يا من تبدو لي وفرته وفرة الشعر قد تكون على الأذنين وقد تكون على الجبهة أو بوكذيلة يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر يأتي بألفاظ من آيات الكتاب الكريم ويحشرها ويحشرها في هذا الكلام الوسخ ارحم أرقا أرقا لا ينام بسببك بسبب عشقك ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر جفونك الناعسة هي التي أمرضتني وجعلتني أرقا لا أنام تبيض تبيض لهجرك عيناه تبيض لهجرك عيناه مثل ما بيضت عينا يعقوب على يوسف يشير إلى هذا المعنى تبيض لهجرك عيناه حزنا ومدامعه تحمر يبكي دما يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحور هل هذه أوصاف رسول الله الرشأ هو ابن الغزالة ابن الغزالة الذي كبر وصلح جسمه ونمى لحمه وعظمه أحوى الذي شفاهه لونها داكن فكرة أحمر الشفاه من هنا نشأت فهذا في الحضارات القديمة يعتبرونه شيئا جميلا في الشفاه إن كان في شفاه النساء أو في شفاه الغلمان الأحوى هو الذي شفاهه داكنة فإن لم تكن تلون بلون داكن لا تبقى بلونها الفاتح لأن اللون الداكنة يثير ما يثير في النفس فهل هذا يقال رسول الله من أنه رشأ أحوى هذه صفات تقال للغلمان الذين يلاط به يا للعشاق لمفتون بهوى رشأ أحوى أحور الأحور هو الذي سواد عينه واضح شديد وبياض عينه كذلك ومنه الحوراء إن يبدو لذي طرب غنى يعني أن المغنين إذا رأوا رسول الله يغنون أم أن هيبته هي التي ستسيطر عليهم إن يبدو لذي طرب غنى أو لاح لذي نسك للعبادي كبر آمنت هوى بنبوته هذا الشارع يتحدث عن الإيمان هذا أحمد ابن رضاء الهندي يقول الإيمان معروف وهو اعتقاد يقول الإيمان معروف وهو اعتقاد أصوله خمسة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد والإمامة إلى آخر الكلام يستمر آمنت هوى بنبوته هو يقول آمنت هوى بنبوته بما يميزه عن غيره من الغلمان هذا المراد آمنت هوى بنبوته وبعينيه سحر يؤثر هل هذا يقال لرسول الله هذا كلام الوليد ابن المغيرة المخزوم في سورة المدثر هذا هو الذي قاله عن رسول الله وعن قرآن رسول الله في الآيات من الآية الحادية والعشرين وما بعدها من سورة المدثر ما بعد البسملة ثم نظر ثم عبس وبسر من هو هذا الوليد ابن المغيرة المخزوم ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقار هذا قول الوليد ابن المغيرة المخزوم الله يتوعد على هذا القول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذار لو واحة للبشر افتهمتوا لو ما افتهمتوا ما راح تفتهمون ما راح تفتهمون ما زلتم على المذهب الطوسي ما راح تفتهمون ما زلتم تمشون وراها المطاية ما راح تفتهمون ما راح تفتهمون وستبقون على الضلال آمنت هوا بنبوته بما يميزه بعلوه النبوة العلو بعلوه على سائر الغلمان وبعينيه سحر يؤثر هذا لا يقال لرسول الله هذا الكلام كله يأتي به من آيات الكتاب يضمن هذه الألفاظ هذه القصيدة وهو يتغزل بغلام إلى أن يقول له يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر فهل يقول رضا الهندي لرسول الله هذا القول يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استأثر إلى أن يقول فأجل الأقداحة بصرف الراح الراح الخمر عسى الأفراح بها تنشر واشغ المراد المراد من الشعر الرمزي هو الشعر الصوفي هذا شعر غزلي ظاهر سطحي خليع وسخ وهو غزل بمذكر واشغل يمناك بصب الكأس وخلي يسارك للمزهر للعود فدم العنقود وهو الخمر العنقود عنقود العنب ولحن العود وهو المزهر يعيد الخير وينفي الشر هل هذا منطق العترة الطاهرة هذا منطق السفلة الذين يتمثلون بهم هؤلاء العلماء الأعلام يقول له بكر للسكر قبل الفجر فصفوا الدهر لمن بكر هل يقول هذا لرسول الله قولكم أنتم مطايا بقر بشار من هم صنف أنتم بكر للسكر قبيل الفجر فصفوا الدهر لمن بكر هل يقال هذا لرسول الله بكر للسكر قبيل الفجر هذا عملي يقول هذا عملي عملي القبيح فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر إذا كنت تريد أن تستمر معي على شرب الخمر أو أن أمصر ضابك أو أن أفعل فيك ما أفعل هذا عملي فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر فلقد فلقد أسرفت أسرفت على نفسي وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر ثم يقول بعد ذلك سوت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر فهل فهل ما كان من مديح لرسول الله يسود صحائف أعمالنا ترجمة نانسي قنقر